اهلا بكم تبحث اليوم كل من مصر وتونس والجزائر في اجتماع وزاري ثلاثي في تونس مستجدات الوضع في ليبيا وسبول الدفاع وجهود استعادة الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب وأعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة تنفيذ المبادرة التونسية الثلاثية للتسوية السياسية الشاملة في ليبيا وكان وزراء خارجية الدول الثلاث قد عقدوا ستة اجتماعات سعيا لتنفيذ المبادرة التي تم إطلاقها في فبراير عام 2017 وتتباين وجهات النظر بين الدول الثلاث بشأن الحل في ليبيا خاصة حول ما إذا كان على الدول هذه التدخل عسكري في ليبيا من عدمه ونبحث هذا الملف مع ضيوفنا عبر الأقمار الصناعية ينضم إلينا من طرابلس الأستاذ صلاح البكوش المستشار السياسي للمجلس الأعلى للدولة سابقا والكاتب السياسي وأيضا ينضم إلينا من العاصمة التونسية الأستاذ علي القاسمي مراسل التلفزيون العربي أهلا بكم دعني بداية أبدأ معك علي يعني علي مجريات اليوم الأول من هذا الاجتماع بين الدول الثلاثة كيف سارت وهل رشح الاجتماع عن أي نتائج في الحقيقة الاجتماع لم يقدم ربما نتائج مخالفة لما حصل في الاجتماعات الأخرى هناك دعوة وإصرار على دعوة الليبيين إلى وقف الاختتال قصد فسح المجال للحل السياسي لبلورة اتفاق سياسي عبر حوار سياسي شامل بين الليبيين كما جدد الوزراء الثلاثة الدعوة إلى عدم التدخل الخارجي في الشأن الليبي داعينا إلى ضرورة وقف تدفق السلاح إلى القتل الليبي ومكفحة الإرهاب الوزير الجزائري بقدوم أكد أن الأمن الليبي هو من أمن تونس ومن أمن دول الجوار داعيا إلى وقف هذا الوضع مثلا الوضع الشائك أو الوضع ربما المتقلب إلى ضرورة وقفه لفسح المجال للحل السياسي وربما لاستعادة الأمن في المنطقة استعادة الليبيين لأمنهم واستعادة دول الجوار الليبي للأمن في المنطقة باعتبار أن تهديد الأمن الليبيين هو مهدد لأمن دول الجوار من جمني به قال الوزير الخارجية المصري أنه يجب فسح المجال نفس المعطى ربما الذي أكد عليه الوزراء الجميعهم وفسح المجال للعملية السياسية داعيا إلى ضرورة الحد من انتشار الإرهاب في القطر الليبي والحد من تدفق المقاتلين الأشانب إلى ليبيا كما دعا الوزير المصري إلى ضرورة انفتاح الأمم المتحدة على جميع الأطراف الليبيين دون استثناء يعني دون التفرقة ما بين الأطراف الليبيين المتقاتلين شكرا لك مراسل التلفزيون العربي علي القاسمي على أعطائنا آخر هذه التطورات أو عيد الترحيب بحضرتك أستاذ صلاح البكوش يعني ما هو المأمول من هذا المؤتمر وهذا الاجتماع في الوقت الذي لا تتفق فيه هذه الدول الثلاثة على قاعدة واحدة للتعامل مع الأزمة اليوم في ليبيا نحن لا نأمل وأعتقد أن أي مراقب محايد لا يأمل شيئا على الإطلاق من هذه الاجتماعات ست اجتماعات قامت بها هذه الدول دعني أذكر بأن في 2017 اتفقت هذه الدول على أنه ليس هناك حل عسكري لليبيا وأن الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات هو الأساس وحتت على عدم التدخل في ليبيا وخالفت مصر كل ذلك في مارس الماضي في مارس في مارس هذا العام خمسة مارس عشرة أي شهر قبل هجوم حفتر على طرابلس أكدت مصر مع تونس والجزائر بأنه ليس هناك حل عسكري وتعمل مبادرات الأمم المتحدة وأن اتفاق الصخيرات هو الأساس فأنت إذن لا ترى سيد صلاح إذن لا ترى بأن هذه الاجتماعات قد تؤدي إلى نتيجة طب ما هو الهدف من عقدها إذن برأيك طبعا للاستهلاك المحلي والدولي بعد هجوم حفتر بعد شهر بالضبط من الاجتماع الذي عقد في خمسة مارس من هذا العام استقبل الرئيس السيسي خليفة حفتر بعد هجومه على طرابلس وما الذي قاله السيسي؟ قال بأنه يؤيد صحق الميليشيات المتطرفة والإرهاب وبسط الأمن في جميع أنحاء ليبيا هذا بعد أن جلس مباشرة مع خليفة حفتر وعلى هذا الأساس يجب أن نأمل كثير لأن مصر لا يمكن للحكومة المصرية بقيادة السيسي أن تقدم أي شيء إيجابي لإنشاء دولة آمنة مستقرة ديمقراطية في ليبيا فاخد الشيء لا يعطيه وكما قالت الجارديان أنه بيعقدوم السيسي إلى مصر أسدل ستار من القمع على الدولة المصرية فنحن لا نتوقع شيء من هذه الاجتماعات وبكل تأكيد لا نتوقع شيء من مصر ولا أدري متى تقول تونس والجزائر كفانا من هذه الاجتماعات التي لا تقدم فيها مصر شيء سوى الكلام الفارغ يعني رغم تصريحات وزير الخارجية التي نقل إلينا بعضا منها الآن ورسلنا في تونس إسرار مصر على عودة الاستقرار هذه العنوين العامة التي طالما اتبعتها الخارجية المصرية كيف تجد لها مكانا على الأرض وهل هناك بالفعل ما يؤشر على هذه النوايا وتطبيقها حتى الآن سيد صلاح هذا أعطيك شيء ليس تحليلا مني أو السنتاج أو أي شيء كل كلام سامح شكري والسيسي يكذبه فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن في تقاريره الثلاثة الماضية 2017 و2016 و2015 و2016 و2018 أيضا تؤكد وتشير وتوضح بالصورة وبالدليل تقديم مصر للعون العسكري والمالي من الإمارات في مخالفة واضحة لقرارات مجلس الأمن تحت البند السابع هذا ليس كلام عندي هذا كلام فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن والذي لا يصدر إلا بموافقة الأعضاء الدائمين فعلى هذا الأساس نحن نعرف ما الذي تقوم به مصر في الأعلن وما تقوم به في الخفاء من وجهة نظر طبعا حكومة ترابلوس حكومة الوفاق الوطني برأيك ما الذي يقدمه خليفة حفتر للسيسي ونظامه غير قادرة حكومة الوفاق على تقديمه لذلك يتلقى حفتر هذا الدعم من الرئيس المصري حفتر يقدم للسيسي إمكانية إيجاد ما سماه عزم بشارة جمهورية ضباط أخرى في ليبيا على غرار ما هو موجود في مصر العسكريين يرون في ذلك شيء جيد أن يكون إلى جانبك ضابط آخر عسكري آخر يحكم تلك البلاد ولكن نحن يجب أن نعترف بأن لمصر مصالح سياسية واقتصادية وأمنية مشروعة في ليبيا ولكن التراقض في السياسة المصرية هو أنها استبدلت الحلول ذات الإيجابية على المدى المتوسط والبعيد استبدلتها بحلول آنية حماية حدودها في الشرق ودرء الخطر الأمني الآن مضحية بالعلاقات التجارية والسياسية والأمنية بعيدة المدى مع حكومة ليبيا ديمقراطية مدنية أشكرك جزيلا شكرا لأستاذ صلاح البكوش الكاتب السياسي والمستشار السياسي للمجلس الأعلى للدولة سابقا أعلنت مصادر تابعة للإدارة الأمريكية أن كل من مصر والأردن والمغرب أبلغت الإدارة الأمريكية اعتزامها حضور مؤتمر ترعاه واشنطن في البحرين على مدار يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من الشهر الجاري وذلك لمناقشة عدد من المقترحات المتعلقة بدعم الاقتصاد الفلسطيني في إطار خطة سلام تستعد الولايات المتحدة لطرحها وتنطوي مشاركة الأردن ومصر على أهمية خاصة على اعتبار أنهما طرفان تاريخيان في جهود السلام الإسرائيلية الفلسطينية كما أنهما دولتان العربيتان الوحيدتان التي أبرمتا معاهدات رسمية للسلام مع تل أبيب القيادة الفلسطينية من جانبها قررت مقاطعة المؤتمر وهو الأمر الذي يثير الكثير من الشكوك حول نجاحه وجاء القرار في ظل سعي القيادة الفلسطينية لأن تنأ بنفسها عن الجهود الدبلوماسية الأمريكية في هذا الإطار والتي يرون بأنها ستكون منحازة بشدة للجانب الإسرائيلي دعونا نتابع هذا التقرير ثم نعود لنقاشنا جولات كوشنر المكوكية إلى الشرق الأوسط يبدو كأن مفعولها قد بدأ خطط ومقترحات توضع على الطاولة هذه المرة في البحرين الإدارة الأمريكية تؤكد أن مصر والأردن والمغرب أبلغت واشنطن اعتزامها حضور مؤتمر برعاية أمريكية في البحرين وذلك يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من الشهر جاء ما تم إعلانه هو أنه مؤتمر لدعم الاقتصاد الفلسطيني ربما يكون هذا لكن خطوات الإدارة الأمريكية الحالية في القضية الفلسطينية تتمحور حول أمر واحد صفقة القرن في المقابل الوكالة الرسمية الفلسطينية تنشر بيانا يؤكد عدم مشاركة المغرب والأردن ومصر في الورشة داعية للجميع إلى عدم حضورها البيان أكد عمق التنسيق بين فلسطين وجميع الدول العربية التي أكدت ثباتها على مبادرة السلام وقرارات قمة تونس وفي سياق ردود الفعل الفلسطينية أيضا المجلس الثوري أكد لحركة فتح رفضه المطلق صفقة القرن ورفض الفلسطينيين المشاركة في ورشة البحرين الاقتصادية قرار القيادة الفلسطينية مقاطعة المؤتمر أثار الشكوك بشأن فرص نجاحه لا سيما أنها تنأى بنفسها عن جهد دبلوماسي أمريكي ترى أنه سيكون منحازا بشدة لصالح إسرائيل ومن نيويورك ينضم إلينا عبر خدمة سكايفل أستاذ محمد أسطوحي الكاتب الصحفي مساء الخير أستاذ محمد وأهلا بك يعني بداية لا يبدو أن من سيشارك ومن يعتذر قد أصبح واضحا حتى الآن كل الأخبار متناقضة مصر لم ترد رسميا حتى الآن الأردن لم يرد رسميا حتى الآن لبنان البلد الوحيد الذي أعلن رسميا عدم حضوره طيب كيف نفسر بداية هذا التأخير بالإعلان عن المواقف الرسمية لحكومات هذه البلدان التأخير مرتبط برؤية أن الإدارة الأمريكية تركز بالأساس على الجانب الاقتصادي والتجاري لما يسمى بصفقة القرن وتعتبرها القاطرة دون أن يكون هناك رؤية حقيقية واضحة وأيضا مقبولة بالنسبة للجوانب السياسية قبل مثل هذا المؤتمر بأيام يأتي ديفيد فريدمان السفير الأمريكي لدى إسرائيل يتحدث عن أن إسرائيل من حقها ضم الضفة الغربية أو على الأقل أجزاء منها والمستوطنات الإسرائيلية فيها هذا يعطي نوع من الصعوبة أو يمثل صعوبة بالنسبة لدول المنطقة للتفاعل مع المبادرة الأمريكية والصفقة الأمريكية لأنها تضعهم في موقف أكثر إحراجا لأن هذه الصفقة كما هو واضح تركز على بعض المنافع الاقتصادية للفلسطينيين دون أن يكون هناك رؤية سياسية حقيقية تلبي المطالب التي ينادي بها الفلسطينيون وأيضا الدول العربية من خلال المبادرة العربية طيب لو كانت هذه المبادرة أو هذا المؤتمر عقد يا أستاذ محمد قبل بضعة سنوات لربما قد قلنا بكل ثقة بأن الثوابت فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية لا تمس ولا خوف عليها من هذا المؤتمر أو غيره ولكن اليوم مع وجود ترامب وكوشنر ومساعي إقليمية في المنطقة وتغير موقف البلدان العربية برأيك هل يشكل هذا المؤتمر اليوم تهديدا على ما اعتبرناه ثوابت لعقود طويلة شوفي لليان هذا الجانب أو البعد الاقتصادي ليس جديدا بالنسبة لعملية السلام شيمون بيريز منذ عام 93 أصدر كتابا بعنوان شرق الأوسط الجديد تحدث فيه عن هذه الرؤية الاقتصادية حتى وزير المالية الإسرائيلي الذي من المفترض أنه سيتم دعوته سيمثل إسرائيل في هذا المؤتمر مشيك ألون تحدث عن السلام الاقتصادي بمعنى أنه هناك مثل هذا البعد الاقتصادي دائما بالنسبة لأي عملية سلام فلسطينية إسرائيلية أو عربية إسرائيلية الفارق أو المشكلة الحقيقية أن هذا الحديث عن السلام الاقتصادي كان دائما يواكبه رؤية سياسية سواء من قبل الولايات المتحدة المجتمع الدولي دول المنطقة بالنسبة لكيف سيكون عليه هذا السلام ما هو شكل هذا السلام في المستقبل الحقوق الفلسطينية التي ستراعى كان هناك دائما رؤية حتى أمريكية أكثر قربا وإن كان دائما الحديث عن التحيز أو الانحياز الأمريكي تجاه إسرائيل وهذا قائم بالفعل في أمور كثيرة لكن على الأقل الرؤية النهائية الأمريكية في ظل إدارة أوباما وحتى من قبله إلى حد ما وإن كان أقل إدارة بوش كانت تركز دائما على أبعاد أساسية أنا أعتقد أنها كانت أقرى في جوهرها من المواقف الفلسطينية العربية بالتأكيد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية أن حدود 67 هي الأساس الذي سيتم بناء عليه تحديد الحدود النهائية مع تبادل لبعض الأراضي فهناك كلام كثير القدس كان هناك كلام حتى في مفاوضات كام بديفيد عن كيفية الشراكة بالنسبة للقدس الآن كل هذا تغير تماما إدارة ترامب انحازت بشكل كامل لا أقول حتى لصالح إسرائيل ولكن الرؤية الليكودية اليمينية المتطرفة داخل إسرائيل التي تعطيها كل شيء حتى بدون أن يكون هناك مثل هذه الصفقة القدس، اللاجئين، الجولان كل هذه الأمور حصلت عليها إسرائيل بالفعل من إدارة ترامب دون أن تقدم أي مقابل لها في أي شيء طيب، إذا عدنا إلى تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قبل أو من حوالي أسبوع ردا على الصحفيين قال هو أنتم متخيلين أنه ممكن أفرط يعني هذا في التعبير على أنه لن يفرط بثوابت هذه القضية الفلسطينية إلى أي مدى اليوم يمكن الاعتماد على موقف مصري في هذا الصدد وبالحفاظ على هذه الثوابت خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أي نرد فعل السلطة الفلسطينية على الموقف المصري مؤخرا شوفي هو الكلام الرسمي المصري يؤكد دائما على مثل هذه الثوابت بالنسبة لتمسك مصر المرتبط بالقضية الفلسطينية الدفاع عن هذه القضية الحقوق الفلسطينية إلى أخذ هذه الأمور كل البيانات الرسمية تؤكد على التمسك بهذه الثوابت ولكن الإشكالية الأكبر هي في التفاصيل فيما بعد عندما يتم الدخول في مفاوضات حقيقية بالنسبة لجوانب هذه التسوية أعتقد أن هذه هي النقاط الأهم التي ربما ستكون المحدد الأساسي أو لدرجة مثل هذا التمسك في كثير من القضايا ربما كان الاهتمام المصري المرتبط بتصريحات الرئيس السيسي أو غيره كانت مرتبطة أيضا بالكلام الذي قيل عن أن هناك تنازل عن أجزاء من سيناء في إطار ما يسمى بصفقة القرن اللي هي قطاع غزة وهذا أثار الكثير من اللغات وبالتالي ربما جاءت أيضا تصريحات الرئيس السيسي لتؤكد أن هذا غير مطروح وأنه لن يتم التفريد في أي جزء من هذه الأراضي لكن ربما لا يكون هناك تفريد فيها هناك الكلام عن أن المسألة مرتبطة بمشروعات اقتصادية تتم في سيناء يعمل بها الفلسطينيون الذين يقيمون داخل غزة ولا يقيمون في الأراضي المصرية ربما يكون هذا هو الأسلوب الذي يتم التعامل به مع هذه القضية لكن بالتأكيد هذه كلها تكاهنات لا يوجد أي شيء محدد ملموس من الممكن أن نقول هناك أن هناك خطة حقيقية نهائية من الممكن الركون إليها والاعتماد عليها أو التفكير فيها وحتى هذه اللحظة هناك جدل حتى ما إذا كانت إدارة ترامب سوف تعلن عن ما يسمى بهذه الصفقة صفقة القر طيب ابقى معي أستاذ محمد هذا تحديدا ما سأستوضحه حالا مع مرسلتنا في واشنطن ريمة أبو حمدية مساء الخير ريمة يعني بالفعل حتى الآن لم تحسم الإدارة الأمريكية مسألة الدعوات الأردن على سبيل المثال يقول أننا لم نتلقى بعد دعوة رسمية لكي نصدر رفضا أو قبولا رسميا من قبل المملكة فهل هناك ربما مراجعة للحسابات وما هو سبب هذا التأخير بحسب معلوماتك يا ريمة ربما هو إدراك أن هذا المشروع فاشل منذ البداية الإدارة الأمريكية ربما استعجلت الموضوع كثيرون اتهموا الإدارة الأمريكية بعدم التحضير الكافي وعدم معرفة كافة الجوانب وإنما اتبعت جهة واحدة في الإدارة الأمريكية التي كانت تريد أن تدفع باتجاه حل كما يراه هو أو كما تراه هذه الفئة في الإدارة الأمريكية وهو ما لم يكن مقبولا لدى كثيرين حتى في الولايات المتحدة ليس فقط من الخارج وإنما داخل الولايات المتحدة الآن يبدو الموقف مرتبك بشكل كبير في الولايات المتحدة هناك من جهة الإدارة الأمريكية التي دعمت بشكل كبير هذا المشروع هذا الجزء الاقتصادي ولاحقا الجزء السياسي من ما يسمى بصفقة القرن ولكن أيضا هناك المشاككين والمشاككون كثر داخل الولايات المتحدة وزير الخارجية الأمريكي من بين المشاككين عندما يقول أنه قد لا تنجح هذه الورشة وقد يكون بذلك يرمي الحجر أمام العصر بمعنى أن وزير الخارجية الأمريكي ربما يريد أن يخفض ثقف التوقعات ولكن من جهة أخرى ربما يقول أن الموقف ما بين وزارة الخارجية الأمريكية وما بين الإدارة الأمريكية مختلف فيما يتعلق بهذا الموضوع لا يوجد على سبيل المثال مكتب في الخارجية الأمريكية للشرق الأوسط كل ما يتعلق بعملية السلام يدار داخل البيت الأبيض ومن قبل أشخاص معينين وهذا غير ليس بالضرورة مقبول لدى كافة أذرع الإدارة الأمريكية شكرا ريمة أبو حمدي مراسلة التلفزيون العربي من واشنطن على إطلال على هذه التطورات أعود لك أستاذ محمد سطوحي إذن يبدو من كلام مراسلتنا ريمة بأن الموقف نفسه داخل الإدارة الأمريكية غير محسومة لكن بغض النظر إذا ما قررت مصر حضور هذا المؤتمر بالفعل في ظل مقاطعة فلسطينية وبعض الدول العربية هل لصالح مصر أن تكون حاضرة في هذا المؤتمر برأيك؟ أنا أعتقد أنه أيضا ستوقف الأمر على مستوى الحضور يعني على فرض أن الأردن ومصر ستحضران هذا المؤتمر ويبدو على الأقل في الوقت الحالي أن هذا ما سوف يحدث علينا أن ننتظر لأن أعرف ما هو مستوى تمثيل مصر في هذا المؤتمر أنا لا أعتقد أنه سيكون على مستوى وزيره الخارجية حتى ربما يكون درجة أقل لكن هذا غير معروف حتى الآن بالنسبة لمصر ربما تنظر إلى الأمر باعتبار أنه ليس هناك ما يبرر إغضاب إدارة ترامب بالنسبة لحضور هذا المؤتمر إذا كان سيفشل فعليه أن يفشل بعيدا عنه وحتى لنكون نحن من يوجه إليه لاتهام بأنه المسؤول عن هذا الفشل فلنحضر هذا المؤتمر ولنستمع إلى ما سوف يتم فيه هذا المؤتمر وسوف ننتظر ونعتوقع أنه سيفشل لكننا لن نكون السبب في كل الأحوال في مثل هذا الفشل أنا أعتقد أن هذا هو المنطق المصري في حضور هذا المؤتمر شكرا جزيلا شكرا لكاد محمد سطوحي الكاتب الصحفي كنت معنا من نيويورك مشاهدين أمامنا فاصل بعد الفاصل مصر اليوم أيضا تستضيف المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد ومشكلة جزيرة الوراق تعود إلى الواجهة واربعمائة يوم على حبس شادي أبو زيد كونوا معنا أهلا بكم من جديد تستضيف مصر على مدار اليومين القادمين المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد والذي انطلقت أعماله اليوم وجاءت مبادرة للمنتدى بناء على اقتراح كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أطلقه العام الماضي وذلك أثناء مشاركته في القمة السنوية للقادة الأفارقة والتي دعا خلالها لعقد منتدى هو الأول من نوعه في مصر وألقى السيسي كلمة أكد خلالها أن مكافحة الفساد باتت على قائمة أولويات الحكومة المصرية التي قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة كما شدد على ضرورة تكاتف جهود الدول الأفريقية في المجالات السياسية والرقابية للقضاء على الفساد دعونا نتابع هذا التقرير وتعزيز قيم الحرية والمساواة انطلقت اليوم الأربع بشرم الشيخ فعليات المنتدى الأفريقية الأول لمكافحة الفساد وتستمر على مدار يومين بمشاركة 51 دولة إفريقية وأربع دول عربية هم السعودية والإمارات والكويت والأردن بالإضافة إلى البنك الدولي تتضمن أجندة المنتدى خمس جلسات على مدى يومين إلى جانب جلسة الافتتاحية التي انعقدت اليوم والتي كشف فيها عبد الفتاح السيسي عن مضاعفة المناح التدريبية التي تقدمها مصر لأجهزة الأمن الإفريقية لمكافحة الفساد ومن المفترض أن تشمل الجلسات حوارات حول الجهود القرية ودور المجتمع المدني والقطاع الخاص لمواجهة الفساد والجريمة المنظمة في إفريقيا يأتي المنتدى بعد نحو ستة أشهر على نشر مؤشر مدركات الفساد الدولي الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية لعام 2018 حيث قفزت مصر 12 مركزاً عن العام الذي سبقه لتحتل المرتبة 105 من أصل 180 دولة وهو ما اعتبرته الحكومة وقتها مؤشراً على تحسن سياساتها لمواجهة الفساد في مصر إلا أن بعض المحللين رأوا أن تلك الجهود ليست كافية فبرغم إنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ونجاح الرقابة الإدارية في ضبط مسؤولين رسميين بارزين والبدء فيما كانت التعاملات المالية الرسمية إلا أن درجة شفافية الحكومة ما زالت محل التساؤل حيث يظل قانون حرية تداول المعلومات حبيس الأدراج بالإضافة إلى تقييد أنشطة المجتمع المدني في مصر كما لم يتم بعد إقرار قانون الإدارة المحلية الذي ينظم انتخابات المحليات وهي الخطة التي تعد ركزة أساسية في تطبيق اللامركزية ومكافحة الفساد المتجدر في أجهزة المحافظات وينضم إلينا عبر خدمة سكايب الدكتور عبدالتواب بركات الخبير الاقتصادي والمستشار السابق لوزير التموين مساء الخير دكتور عبدالتواب وأهلا بك بداية هذا هو المؤتمر الأول من نوعه في مصر إذا ما قارناه أيضا بما يتم الحديث عنه عن مكافحة الفساد اليوم داخل مؤسسات الدولة المصرية فكيف تقيم ما أنجزها على هذا الصعيد حتى الآن يعني دعيني في البداية أرحب حداتكم بالسدى المشاهدين إذا كانت مصر تستضيف هكذا مؤتمرات مثل مؤتمر مكافحة الفساد الإداري والمالي فأنا أتعجب من هذا النشاط على مستوى رأس الدولة خاصة أن مؤشرات الحوكمة العالمية الصادرة عن البنك الدولي تعطي مصر درجة 32 من 100 أي أن مصر تكافح الفساد بنسبة 32% وبالتالي المنظمة تقول أن مصر هي دولة أصلا فاسدة منظمة الشفافية الدولية التي أشرت حضرتك فيها للتقرير بتضع مصر ضمن المركز 105 متقدما من 108 في 2017 على مستوى 176 دولة ثم 180 دولة بالتالي مصر بالفعل هي في مرتبة متأخرة في الدول التي تراعي الشفافية في الحوكمة ومكافحة الفساد والشفافية إذا كانت مصر تتصدر نفسها في القرى الإفريقية التي تعاني فعلا من الفساد في كل مناحي السياسة والاقتصاد والإدارة أنا أرى أن المستقبل يظل مرتبك لهذه القرى نهيك عما يحدث في مصر من فساد في السياسة والإدارة وبالذات الفساد الإداري الذي أرى أنه هو أخطر من الفساد المالي الذي عبر عنه المستشار يشام جنينة في 2015 أنه يتجاوز في عام 1.600 مليار جنيه ليس فيها بالمناسبة فساد مؤسسة الرئاسة ولا فساد مؤسسة الجيش ولا مؤسسة الداخلية ولا مؤسسة المخابرات التي من ضمن صور الفساد في هذا الملف أنه الجنرال السياسي يعين رئيس مكتبه رئيسا لمؤسسة المخابرات العامة أيضا لا بسمع حضرتك هل هناك أي مؤشرات فيما يتعلق تحديدا بما أسميت حضرتك الفساد الإداري هل هناك أي آلية من الممكن التعويل عليها الآن لتغيير هذا الأمر برأيك في الفترة المقبلة لا أظن أن المؤشرات سوف تكون إدارية لأن حتى أكبر جهة أو أكبر هيئة مسؤولة عن مكافحة الفساد في مصر وهي هيئة الرقابة الإدارية قرأنا في الصحف أجنبية وصحف محلية أن الجنرال السيسي يعين قريب له رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية وهو رجل برودبيت لواء عسكري مطلع هذا العام أيضا أثنين من أبنائه يعملون في هيئة الرقابة الإدارية أكبر أبنائه يعمل في هيئة الرقابة الإدارية وأحد أبنائه يعمل في جهاز المخابرات العامة وهو مسؤول أيضا هذين الجهازين مسؤولين عن تعيين القيادات الإدارية في الدولة المحافظين والوزراء أحد أبناء الجنرال السيسي وبالمناسبة هو لم يكذب هذه الأخبار حتى الآن تم ترفيع ردبته من ردبة رائد وهي ردبة متوسطة في سلك الترقيات العسكرية إلى ردبة عميد متخطيا ردبتين متتاليتين ثم يعينه نائب رئيس جهاز المخابرات العامة وكما قلت أنه مسؤول عن تعيين الإدارات المديرين في الدولة محافظين ووزراء ولكن أيضا في الأوينة الأخيرة تم الكشف عن الكثير من قضايا الفساد وإلقاء القبض على المتورطين فيها في إدارات حكومية وفي الإدارات المحلية أيضا هل تعتقد أن هذا مؤشر ربما أيضا على بداية مكافحة هذا الفساد في بعض القطاعات وإن كان زي ما قلت حضرتك ده مؤشرات إيجابية أنه يتم الكشف عن بعض المتورطين في قضايا فساد لكن أنا أرى أن هذه القضايا هي تصفيد حسابات تعلم حضرتك أن المسؤول عن جهاز حماية أراضي الدولة والممتلكات العامة للدولة هو رئيس وزراء سابق المهندس إبراهيم محلب هو كان متهم في فساد قصور الرئاسة بعد صورة يناير 2011 تعلم حضرتك أن رئيس وزراء مصر في عهد الجنرال السيسي هو الدكتور حزم الببلاء والرئيس وزراء أسبق يقول أنه تم اكتشاف أنهم طابعا 22 مليار جنيه بطريق الخطأ وهذا أيضا فساد يعني يضر بالاقتصاد المصري مؤشرات كثيرة تدل على أن مصر في درجة متدنية من درجات مكافحة الفساد المستقبل غير مبشر لأنه لا تزال يعني وزارة المالية وضعت قرار لحوكمة المعاملات المالية في الدولة وعند التطبيق تم تفريغ القرار من مضمونه وأصبح المعاملات تدم أيضا بالمعاملات المالية بالكاش وهو ما يضع المالية العامة للدولة في أيدي موظفين صغار يعني بيقوموا بالرشوة لصالح دكتور كيف نفسر هذا المؤتمر يعني ما هو المبرر لهذا المؤتمر والواقع على الأرض يعني وبحسب المؤشرات الدولية بأن مصر تأتي في ديل هذه القائمة اليوم في مكافحة الفساد ما هو مبرر هذا المؤتمر لا أستطيع أن أنا أقول أكثر من أنه طبيض لوجه النظام في ظل شراء شرعية دولية نعلم أن الاتحاد الإفريقي جمد عضوية مصر بعد انقلاب 2013 وهو الجنرال السيسي رئيس لهذا المنتدى هو طبيض لوجه النظام ليس أكثر ونضع هذا المؤتمر ضمن سلسلة وقائمة مؤتمرات الشباب في شرم الشيخ التي لم يكن لها أي تأثير إيجابي على عمالة وتشغيل الشباب المصري أيضا المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ هو كان تم التعويل عليه أنه سوف يضخ في الاقتصاد المصر 100 مليار دولار ثم نفجأ أنه لا شيء من هذا هذه المؤتمرات ليست إلا طبيض لوجه نظام يضع مصر بالمناسبة في درجة متدنية في سلة عدم الشفافية والفساد و60% من المصريين الآن تحت خط الفقر بشهادة البنك الدولي شكرا لك الدكتور عبدالتواب بركات الخبيل الاقتصادي والمستشار السابق لوزير التموين جزيرة الوراق تعود إلى صدارة المشهد من جديد بعد أن بدأت قوات الأمن المصرية منذ الأمس ومدعومة بالجرفات بدأت في إزالة الأراضي الزراعية الموجودة على مداخل الجزيرة وكانت الأزمة قد بدأت عام 2017 عندما أزالت قوات الأمن منازل العديد من الأسر التي تقطن في الجزيرة وما أدى إلى اشتباكات بين الأهالي وقوات الأمن التي أطلقت عائرة نارية وقنابل الغاز المسيل للدموع في ذلك الوقت أدت تلك الاشتباكات إلى وفاة أحد أهالي الجزيرة وإصابة آخرين ليصدر بعدها قرار من وزير الداخلية بوقف حملة الإخلاء القصري لأهالي الجزيرة وعبر الهاتف ينضم إلينا الأستاذ يحيى الشحات رئيس المجلس المحلي السابق بالوراق أهلا بك أستاذ يحيى يعني عادت هذه القصة إلى الواجهة بعد أن كان قد صدر قرار بإيقاف الإخلاء ما الذي تغير الآن؟ أولا تحيات لحضرتك والأستاذ المشاهدين وإمبارح كان في أحداث من عرض أحداث سأقول لأحداثك عليها في عندنا في نهاية الجزيرة منطقة اسمها المنطقة البحرية بنسميها عرض بسور الدولة اشترت المنطقة ديها فيها حوالي دلتويت فدان وكان فيها زراء الدولة نزلت مبارح متمثلة في شرطة مصر وجيش القوات المسلحة وأزالوا المزرعات وخذوا أرضهم وهنا نتكلم بالحقيقة الدولة صاحبة حق نزلت تاخد أرضها المعرضة بقى الحاجة التي سأقت للناس وضيئت الناس في مواطن من الجزيرة معجر مساحة من الأرض من مالك وجرى العرف أن الناس اللي باعت أرضها كان المالك بيعوض المستأجر الفقير الغالبان ده الحد الأدنى للقراط من 15 إلى 20 ألف جنيه لا تعود لي عشان يشوف حاله يبني البيت يعمل أي حاجة أنا عرضة نزلت قوات الشرطة عشان تزيل البيت بتاع المواطن في مشكلة بين وبين مالك الأرض والقضية متدولة في المحاكم فطبعا الرجل قال لهم لا وتهدوش البيت أنا عايز حقيه فالراجل ما خدش حاجة من مالك والقوات طبعا عمضت عليه وهو وابنه وطبعا خدوهم في قبضة الشرطة فإحنا بناشر الناس المسؤولة نحل مشكلة الراجل ده لأنه فلاح غلبان والمالك مع أرضه ومن مغصش نظرة عطف المستأجر زاد بقى الناس كلها تجمعت بسبب لأن احنا اتفقنا أو قلنا لقوات المسلحة إذا كنت عايزين البيوت بتاعتنا احنا مش هنغادر الجزيرة لأن احنا فيها من أجيال فابنونا فقدونا وعد من هم يبنون لما جوم النهاردة ينزلوا ويحاولوا يهدوا البيت الناس حصن فيه احتقان وقالوا بعيزا ما فيش في جدية بالناشد الدولة عندها جدية وتبدأ في المباني للجزيرة لأهالي الجزيرة ويأخذوا البيوت لكن ما ينفعش أجي واحد كده أشيله ورميه من غير محل مشكلته كان فيه أمداء أنه الناس بالفعل يعني يا أستاذ يحيا كانت باعت البيوت بتاعتها وباعت الأراضي بتاعتها بس معك حضرتك فيه ناس باعت واللي ما باعش أرضه هي المشكلة في البيوت الناس اللي باع البيوت مش من أهالي الجزيرة مواطنين غورة باقة عن الجزيرة المواطن ده الشراله 100 متر وعمل عليها بيت الشراله 150 متر عمل عليها بيت فده باع بيت وخطة عويد ومش ما يهموش يفضل في الجزيرة لكن ابن الجزيرة الحقيقي متمسك بالبقاء في الجزيرة سواء رابع هل اعترفت السلطات بالعقود الخضراء التي يملكها أهالي الجزيرة العقد الأخدر اعترفت فيها الدولة اعترفت فيها وقدت للناس فلوسها لعقد المسجل ده الخانون بيحترمه ودلوقتي بس المشكلة حضرتك أن الدولة زي ما وعدتنا تبني مباني على أرض الجزيرة وتنقل الناس من بيوتها في المباني التي تعملها دي عشان ما حصلش احتقار وما حصلش الزوباء متتحدث حضرتك عن وعود هذه الوعود هل قدمت مع ضمنات يا أستاذ يحيى ما هي كانت الضمنات التي أعطتكم إياها السلطات في وقتها ما أخذناش ضمنات الدولة ما الذي سيجبر الدولة على الالتزام بهذا الوعد ما لم يكن هناك ضمنات تمسك الناس الناس متمسكة بالبقاء في الجزيرة ويقولك الدولة عايز تاخد بيتي تجيبني السكنة إما أنا أموت في جزيرة فأحنا دعاة سلام مع الدولة وبنحترم الجيش مصر والشرطة في مصر ولازم الناس المسؤولة وعلى قصهم وزير الإسكان لأن الجزيرة دلوقتي يخلوا تبايتها لحيئة المجتمعات العمرانية اللي برقصها وزير الإسكان ينزل على الطبيعة يعني ما عادتش تبعة للهيئة الهندسية لا تبعت حيئة المجتمعات العمرانية دلوقتي خلاص وبقالها رئاسة وعملين مجلس ملينة لها إحنا نحن تطبينه لعد هتاخد بيتي ابنيلي في الجزيرة والرئيس أهل ما فيش حد بها يدار ومحدش هيطلعوا فيه خانون بيني وإحنا بنطلب بطبيق الخانون وإحنا لا عندنا إرهاب ولا عندنا أي عاجب في الجزيرة الناس فقراء بسطاء عايزين يعيشوا عيش أمينة كيف اندهت مواجهات اليوم يا أصاب يحيا النهاردة المواجهات كانوا نزينا عشان الراجل بتاع البيت ده عايزين يهدوا بيته لأن المالك الأرض اللي الراجل بني عليها باع الأرض طب والراجل المستاجر ده الغالبني ده عنده 80 سنة راجل مسن زنبه إيه فالناس تعطفت معه وقفت إحنا مش عايزين نحتاج تلاب الشرطة ولا بالجيش أنا عايزين نحل مشكلتنا في سلام والدولة وعدت وقالت إحنا هنبني لكم تلتزم وتبني المساكل وتيجي تاخد بيتي وتعده الله تفضلي وقال لي عايزي بيها عرضي بيها هو حر شكرا يا أستاذ يحيا أشكرك جزيل شكرا أستاذ يحيا الشحات رئيس المجلس المحلي السابق بالوراء نحو أربعينئة يوم مضت ولا يزال شادي أبو زيد قيد الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات معه في الاتهامات الموجهة إليه والتي تتضمن الانضمام لجماعة محظورة ونشر شائعات وبيانات كاذبة وقامت والدة شادي اليوم بنشر تسجيل صوتي تساءلت فيه عن سبب سجن ابنها واستعرضت قصة والده الذي مات بعد صراع مع المرض وحسرة على ابنه وكان شادي قد تقدم بطلبات رفضت جميعها للسماح له بزيارة والده أثناء مرضه قبل أن يسمح له بحضور الجنازة وسط حراسة أمنية مشددة ومعي عبر الهاتف الأستاذ مختار منير المحامي الحقوقي مساء الخير أستاذ مختار يعني رسالة مؤثرة جدا سمعناها اليوم سجلتها والدة شادي أبو زيد هل وصلت لمن أرادت والدة شادي أن تصل إليهم هذه الرسالة مساء نور أستاذ الليان أهلا بك طبعا يعني الرسالة دي تمس قلب أي إنسان طبيعي ولكن لا أستطيع أن أجيب إذا كانت هذه الرسالة وصلت إلى المسؤولين أو الأشخاص والسلطات المنطب بيها يتخذ قرار بإخلاء سبيل شادي على زمة القضية المتهم عليها والتي تحمل افتهمات وهمية كما ذكرت لا يس لها أي علاقة بشادي من قريب أو من بعيد ولكن ننتظر أن في الأيام القادمة يكون هناك صدى لهذه الرسالة وأن يتخذ المسؤولين والسلطات وجهة تحقيق قرار بي الإفراج عن شادي وخصوصا أنه حصل على إخلاء سبيل من قبل مرتين في جلسات متتالية ولكن هذا القرار لم يلقى قبول لدى نيابة أمن الدول العليا التي قام بالسناف ذلك القرار وتم تعديله وحبسه على زمة القضية وكما ذكرت بأن الظروف التي تعرض لها شبهة ظروف قاسية نظرا لوفاة والده ونظرا لوجود والدته وأخته بمفردهم دون أحد معهم ليرعاهم أو يكون بجوارهم وأيضا مروره بظروف قاسية بعد وفاة والده ومرور والدته وأخته بظروف قاسية بعد وفاة الزوج والأبد للأخت ولم يجدوا بجانبهم شدي في تلك الظروف لكي يحتضنوا بعضهم البعض ولسيما أن والدته مريضة قلب أيضا صحيح يا أستاذ مختار يعني والدته أيضا مريضة بالقلب بالضبط أستاذ اللي وكل هذه الأوراق وكل هذه الظروف التي نتحدث فيها والتي تحدثت فيها والدة شدي في الرسالة التي تم نشرحها على موقع الشبكات التواصل الاجتماعي قد تقدمنا من قبل بعد الطلبات بإخلاص سبيله مصحوبة بأوراق تثبت وفاة والد شدي حبسه وأيضا الحالة المرضية التي تعاني منها والدته وأيضا الحالة الاجتماعية التي تمر بها الأسرة بعد وفاة الأب وعدم موجود رجل بجانبهم ولكن كل تلك الطلبات منتظر ودائما على أمل أن يكون هناك عدلة حضرتك ذكرت أنه نعم حضرتك قلت أنه خد إفراج مرتين والنيابة استأنفت على هذا القرار معلش اشرح لنا من الناحية القانونية أستاذ مختار يعني ما هي المسويغات القانونية للنيابة التي تستأنف عادة على حكم المحكمة وهل وجهت له المزيد من التهم بعد استئناف النيابة أستاذ النيابة هذا الأمر هو قرار وليس حكم وملتزم لأنه في قيد الحبس والاحتياط والتحقيق الابتداء فقط ولم يتم حالة شهادي المتهم والمحبوس على احتياطنا على زمة الزر القضية منذ عام وثلاثة أشهر دون إحالة إلى المحاكمة باتهامات لا يوجد فيها دليل في الأوراق وهذا ما نسخوره دائما في أمام المحكمة وما نسخوره دائما في مذكرتنا التي تقدم إلى النائب العام ومحمد عام نائبات أمن الدولة بطلب إفراج عن شهادي ولكن لا نعلم فعاليا ولا نواجه لماذا النيابة قمت باستناف تلك القرارات الحاجة القانونية طبقا للقانون أنه يكون هناك خشي على غروب المتهم وهذا لا يتوفر لأن شهادي تم القبض عليه من منزله أو المبرد الآخر لدى النيابة بأنه يكون هناك خطورة على التحقات من إخلاص سبيل شهادي وهذا شهادي ليس له أي أفكار خطرة على الأمن الدولة أو أمن المجتمع ولكنه شخص كان يعمل في جنوبة قبلة فهيتة ويعمل ويقاتل محتوى سيخت إيمان على شركات قواصل الاجتماع ولم يتهم بارتكاب أي أعمال إرهابية في حقيقة الأمر والاتهامات التي وجهت إليه إضافة أستاذ مختار إضافة أستاذ مختار ليست مدة الأربع بيئة يوم التي قضاها حتى الآن شادي في الحبس تتجاوز الحد القانوني للحبس الاحتياطي؟ لا ما هي المدة إذن أستاذ بختار؟ عامل من الحبس الاحتياطي تبقى لقانون الإجراءات الجنائية ولكن في الحقيقة هل هناك حاجة لتلك المدة الطويلة وإذا كانت هناك دليل كفاية على تلك الاجتماعات لماذا لم تحل النيابة القضية وصلت هذه المدة إلى المحاكمة حتى يتم عرض الأوراق بأكمالها ويزبط براءته أو إدانته إذا كان مداناً بشيء ولكن حيث أنه لا يوجد دليل فالنيابة لا تحل القضية وخصوصاً أيضاً أن هناك العديد من المتهمين في هذه القضية بنفس ذات الابتهمات قد تم إخلاء سبيلهم والنيابة لم تستنف على قراراتهم أو استنفت النيابة وتم تأييد تلك القرارات ولم يؤثر إخلاء سبيلهم على سير التحققات في الدعوة ولكن هناك علامة تفهم كبيرة على استمرار الحافظ الشادي في هذه المدة هناك علامة تفهم كثيرة حول استنف النيابة مرتين مستلعتين على قرارات إخلاء السبيل برغم من علم النيابة بالظروف القاسية التي تمر بها أسرة شادي وأمر بها شادي أيضا أشكرك جزيلا الشكر على الأستاذ مختار منير المحامي الحقوقي مشاهدينا نختم حلقة اليوم بفيديو من منصتنا على مواقع التواصل الاجتماعي العربي وهو عن اتهانات وصفت بالعنصرية ساقها البعض بحق اللاجئين السوريين في مصر إذن أترككم مع هذا الفيديو وأتمنى لكم ليلى سعيدة وأشكركم على المتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة